مراجعة يوم 7 نبدأ المراجعة مراجعة أولا كلمات أجمعها بطريقة جميلة كلمات اول كلمات معنا في اليونة ده بيكلمني عن الهوم منزل وكالعادة انتوا عارفين اسلوبنا بتوقف الفيديو بتخلي الطفل يقرأ الكلمة الوحدة عشان نستغل كلمات المنهج في الفونيكس وده فايدة ان احنا بندرس فونيكس لازم المرحلة دي تأسيس صوتيات مع المنهج اول حاجة كلمة هوم منزل سرير به به لان الهي سقطها اه تبقى بد كلمة غرفة غرفة نوم غرفة المعيشة غرفة المعيشة كلمة حديقة غاردن غاردن غرفة السفرة انا بزود حاجات كورسات للاولاد لكنها مش موجودة فيه ككتاب منهج انا بحب امدلهم حاجة في الكورس وان اوجدها لهم كاملة عشان يخلص منها مره واحده. هم متعودين معي على الحفز على حاجة بياخدوا تأسيس مع المنهج غاردن غاردن كيتشين الكيت وتشين ساعدين نواية أس المقاطع لنفسه وإجابة كيتشين أين عشان طبعاً زي ما أنتم متعودين أنا بضربكم أن أنتم تقولوا السؤال مع الإجابة وير يبقى أين وير لسه معاناً أنتم متعودين أن أنا بجمع لكم الكلمة مرة واحدة وما نحتاجش فيها حاجة بعد كده فيلا بينا في الوحدة نكمل الكلمات كلمة نملة ant 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 تفاح apple apple أميرة كان اسم عشان بيدربهم على الساوند of the letter a مربع جايبلهم الأشكال اللي هندسية كلمات square 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 نجمة star 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 اسمي سامي عشان حرف الاس في أول الكلمة درسين صوتيات برضو معي الاس بتنتق زي ما هي اس في أول الكلمة دائرة circle circle طبعا السي بتنتق سي خش عرفوا قصة الثلاث زباط في كتب كريزي انجلش وعلى القناة لو جي وراه ثلاث زباط اي او اي او اي او اي بلازباتي مكاني قد يفضلي زي ما انتي دارت زي ما هي اسمي ثلاث زباط في كتب النطقة كى عادي ك دارت زي ما هي اسميه باعث سر كو لما يقسمها مثلث triangle وليه في اخر الكلمة دائما وابدا من غير ما اقول نجمة ستار قلب هارت مش هيرت المستطيل لازم مش هتيجي معاقل انك تقسمها تلات مقاطع الريك والتان والجل ريكتانجل 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 وكلمة مربع كنا ننسى واخدنا كالصود فوق سكوير 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 تمام وبعد ما بنخلصهم زي ما انتم عارفين لازم تيجر سمر تديني شوية اغاني فالاشكال بعد كده بس بعد ما الطالب يقرأ انا بعمل كل حاجة مش حاجة واحدة بسيبه يرى الواحد وابدا دربته على الفونيكس واقوي عنده قطعة القراءة اقوي عنده القراءة وفي نفس الوقت معذرة وفي نفس الوقت لازم الاغاني عشان السن ده بيحب الاغاني عشان تثبت معها المعلومة ويحبها اكتر ويذكرها سيركل 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 ستار and heart ستار and heart ريكتنجل طبعا النجما ستار والقلب heart سكوير 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 المستطيل سكوير 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 خلق نأخذ سكرين نكمل ايه يا تيتشار زي ما انت معودانا السؤال اللي انت بتقلي فيه ما بتنتظريش ان هما يكون موجود في المنهج طبعا الناس اللي فاهماني عارف انا بتكلم في ايه ما بينتظرش ان يكون يجيلك السؤال في المنهج انا بديه من نفسي زي ما انتوا شايفين بحط سؤال طيب اهو عامل اسئلة زي ما انتوا شايفين سانا نقدرش اطلب فيه ملزمة دي بتاعت الكورس الاولات فبديكم معاها زي ما انتوا شايفين اهو يلا عرفكم اول سؤال جبناه مع بعض اللي هو اللي هو is he وساعتها انا استغليت ان احنا خدنا الاماكن بان احنا نسأل بسؤال اين اسئلة دي نجيبها منين كون لها بلاستسنا في كتب كريزي انجلش لو انتوا عارفين قلت لكم انا مجمع لكم اهم حوالي تسعين سؤال بطريقة مجمع ورقة هين لان السن ده لازم تأسيس مع المنهج تمام اجيب لكم اهم اسئلة متجمع ايه زي ما انتوا شايفين السؤال عن اللون السؤال عن الملابس السؤال عن الشخص السؤال عن الاماكن فطبعا لما يكون الطفل انا معودها يكتب تاريخ وكل حاجة هيبصوا كل حاجة بستغل لها ان هو يكتب كلمات افضل سن انا مقدرش اشتغل معقولة من غير ما يكون بأسسه وانا شغالة منهج يبقى حفظ كلمات وكاوب على سؤال واراه وفهمه ووظف اسئلة استفهام فطبعا مقدرش عايش من غير كتب كريزي انجلش بامانة علشان خاطر التأسيس رقم واحد بالذات للسن ده زي ما على طول معودكم فهتلاقيوا حتى في الكتاب سؤال where is هي الناس اللي وقدها عارفين انا بقول ايه فبالتالي لما يجيلهم بقى في المناج زي ما انتم شعفين هيبقى سهل عليه وانا معرفاهم في حل السؤال بتاع واطي زيس طالما لقيت is او are is او where في النص هيعمل ايه اختف الكلمة الاخيرة هي وما تقدرش تنزل من غير الفعل بتاعها is كل الامتابعين في شرح المناج عارفين انا بقول ايه واروح اشوف بقى اوة مثلا مثلا عندي في غرفة النوم هقوم ايلاله بقى المرة دي ما ينفعش تقول he is living room او bedroom اما الساعتها هتصرف ازاي يا تيتشر لا ساعتها حضرتك لازم تقول كلمة في موطف لما يبقى فاهم غير اللي حافظ اللي حافظ ممكن يقولك he is bedroom انا متعود على كده بحط he is او she is او it is وكتب اسم الصورة الكلام ده لو بيقول لحضرتك what is is ما هذا الشيء لكن انا بيقول لك where عايز اعرف المكان يبقى لازم تضيف in يعني فيه he is in هو موجود في غرفة النوم انا بقول الغرفة يبقى لازم اضيف اداة التعريف ودي برضو موجودة ايه في الكتاب حتى انت اعرفوا ان كل صغيرة وكبيرة المنهج بيحتاجها لازم الطفل يتأسس فيها الاول هاوريها لكم حالا 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 جزئية اداة التعريف الطفل لازم بيكون عارفة اهي زي ما قلنا مفيش حاجة موجودة معنا في الكتاب او بتعرفهم ايه هي اداة التعريف وزي يحطها فكل التأسيس اللي انت محتاجه لازم اشتغل عليه الاول فتقول ذا السينما تبقى ذا سينما الاولاية تبقى ذا بويز القمر تبقى ذا مون خلاص او بعرفه وبنحل تدريبات كثيرة جدا عشان هو اصلا تشغل كله تدريبات وبعد كده لما تقابله في المنهج او ترجمة المنهج في ذمتك بعد التأسيس هو في المنهج يبقى المنهج صعب عليه لما يقابله مستحيل يبقى ان واجبته كاملة كمان ومنظمة ومش ناسي حاجة ولا ناسي حرف جر فيه لانه تقسس وعرف انه لازم يكتبه في الترجمة وقال لانه درس اداة التعريف ومرة بنوع هاله طبعا انه هدي ثلاث اسئلة دلوقتي انت تدي عشرة يلا أين تكون هي لاني وارد ان انا اسأل على ام مثلا او بنت فأم مثلا ايلى هي في الايه بما ان معظم الامهات بعيني طلعان عينهم في الكيتشن المبغط طبعا هتلاقي حللك بنفس الطريقة وبختف الكلمة الاخيرة اللي هي شي زي ما انتو شايفين وبعد كده بياخد الفعل بتاعها اللي طاعد طاعت ما تقدرش تنزل من غيره هتلاقيه من تلقاء نفسه بعد ما حل كذا واحده قال لك اه هنا وير قلوله اوعا و لو لقتيه ما خدش باله وراح يكتب اسم الصورة قلوه حضرتك روح شوف اداة الاستفهام اداة الاستفهام بتقولك ايه طب امني يا مستمر ما خدش ادوات الاستفهام في المنهج و من هنا برده ارجع اقوله لانه لازم يكون بيتأسس فيها ويعرف ادوات الاستفهام علشان يحدد نوعي السؤال وبطل بقى شغل الحفظ شغل الحفظ ايه ده سان اقوله بياخدوا ادوات الاستفهام و ايه اللي يمنعهم ما بيحلوا اسئله هم و كتبينه لهم في المنهج بس للاسف كتبينه خلاص بدون شرح للاولاد و ده طبعا ماينفعش اطلاقا مفروض كانوا شرحوه وبعد كده يدو حطه لهم بس للاسف هي ماشية بالمنهج زي ما هو و يلا لما نقدرش عليه كتابه نشتغله اورال و ده ماينفعش يبقى قوليله لو لقتيه هيختار غلط و لا روح بص يلا على اداة الاستفهام دي وير تبورها تسأل بي عن ايه اين للمكان 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 ماتة للزمان 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 تا 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 اهي برضو موجودة كل صغيرة و كبيرة انا بحتاجة بورها لكم ان هي موجودة شرح ادوات الاستفهام كاملة في قطب كريزي انجليش و ازاي الطفل يخترع بطريقة ناسب والله من اول خمس سنوات انا كل حاجة بتقبيني بطلعها لقو عشان يبقى بالدليل تمام هي تقول انا عرفت ان لازم اقول فيه يعني اين و عرفتلك كمان يا ماما خلاص فهمت قل المطبخ يبقى ازاي كيتشن الله ده ولد مثالي وبقى شطور في الترجمة جوا السؤال كمان زي ما اقولت انا بحب نقرأ و نعمل و نترجم كل حاجة في السؤال بقى حسنته في كل حاجة ماذا ستكتب ايه where are they الله ده مش عندهم بس موجود في التأسيس انا لازم لما اضرب طفل ما فيش حاجة اسمها تمشي على منهج بس لازم تأسيس مره قلت اين يكون هوا where is she اين تكون هي و دول اللي موجودهم في المنج المنج يعني انت تجيله where are they اين يكون هم و تجدك العادة تقالك طالما فيه از او ار في النص اخطف يا ماما و مغمت تقدرش تنزل من غير الفعل بتاعها تمام و انا فهمت منك دلوقتي ان انا بقول فيه يعني ان و كلمة ال يعني ذا هاي عايز تقولهم ما فين مثلا ممكن نقول في الجاردن الحديقة صعبة لا ده انا بالعكس عودته كمان على السؤال بR اللي مش موجود في المنج بس موجود فين في كتب التأسيس تمام و يبقى كده اخد السؤال كامل مستوفي كل حاجة ممكن اقوله where are you اه طبعا هيعرف يام السمر و ايه المنع و ايه المنع طالما بيحل اسئلة كتير ادوا اسئلة كتير اشتغلوا في الكتب ايه كتب الكورسات ايه ادي اسئلة حل 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 ما يقرب من ثلاثة اربع تلاف سؤال هيقولك هاخطف الكلمة الاخير هتلاقي رحطة في اليولولو استنى عندك في ملحوظة ما اقوله يام السمر ده ناس في عددي ما تعرفهاش لا احنا نعرفه له الطريقة بسيطة اقوله انت يو ينفع اقولك اين انت تقولي انت اقون ولا هتقولي انا اقون اتلاقي بمنتهى الاقتناع قالك لا انا بقول انا اقون يبقى انا يبقى اليو بتحولها ايه في الاجابة يبقى اليو بتحوله اليو الاي لياميس هو كده لا يا مش هو كده حقه يفهم اقنعيه ليه يا مامي هو كده لا مش هو كده انا عايز افهم هتلاقيه بقى اتحول خلاص انت حاولتي بالتدريج وبدأت تبرمجيه من اول السن ده انه خلاص بقى يفهم عمره ما يقدر يحفظ تاني قاله تعالا مقنعك بقولك اين تكون انت هتقولي انا اقون لانت اقول لك انا اقون لانت اقول لك انا ايه واقون بتاعتها ايه لكن للاسب بيقوله مقص يلا وار يو تتحول الايام بدون ادنى فهم وطلبة في اعداد كلكوا عارفين وسنة وبيعملوا الموضوع ده وتيجي تسألوا بيلك وانا عارف هو المستر علي كده الار يو تتحول الايام لا تما انت بتتأسس استغل دار điو تتحولск ايها بالنسبة لان اولا اي ا케 purpose لان اي اكنا Learn سانتر عليها اقبعد عن القضاء لا تنخل الطاق اي تحول تعالي الار ام اي تكون لاليرة يبقى اذا التأسيس لا تستطيع ان ينفع مع الطفل في ظل المنهج كمية الاسئلة اللي موجودة في الملزمة ككرساط ده لازم حضرتك تقديه لابنك هحاول ارفعها كده يلا خدوا سكرين جميلة ونوع الاسئلة للاولاد طيب في اسئلة يا من الصمر تانية تقدرية الدهن اه طبعا انتوا عارفين لدماغي بحب اجمع معظم الاسئلة معاكم طالما اخدنا الاشكال الهندسية يبقى لي منعني ان انا استخدم سؤال what is this طب وده موجود في كتاب التأسيس قلتلكو بعد انا مجمعلكو في الاسئلة دي بالذات كل اهم تسعين او مئة سؤال حضرتك ممكن تحتاجوا هنا مثلا انا قم في درباء زي ما انتوا شايفين بقى كده مرروا رسم المربع مسلس نجمة كل الكلمات اللي هي موجودة عليه واسيبه هو ايه يتعامل طبعا يبقى زي ما قلتلكو عارفين اسلوبي بحفظ الكلمات جوه الجمل وليس لوحدها هايقولك اه انا عارف الطريق استني باختف زيس وراها مين السؤولة برافو 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 كل الناس اللي بيجاوب معي اس وينا قابل الاسم الصورة بحط ايه وينا هيقولك مسلس تريانجل بصوا بيحفظها جوه السؤال ازاي احسن ما يحفظها لي عموده ما استفدش بحاجه اوه زي ما انتوا شايفين وتفضلي بقى تسألي حطي واطي زيس واطي الزات كباد انا بصي عاملالي الاولاد بايه مره واطي زيس عشان افرد ايه المشكلة ان هو بيشاور على شيء قريب ومره عمدت له واطي زيس عشان اقول له ممكن تشاور على شيء بعيد ومره قلت له واطي زيس ات ات ما الحاجات ما الاشياء دي كلها تعتبر غير عاقل فقاللي يبنعك ان امتا تقول ات واطي زيس ات بس والتلاتة بيتحلوا بنفس الطريقة يختفي الكلمة الاخيرة والفعل بتاعها ينزل واسم الصورة هتلاقي حلها بزمتك صعب يلا ناخد سكرين وندي الاولاد تدريبات كتيرة وموجودة اصلا في الكتاب كل حاجة طلع طالق وبصراحة انا طمعها شوية فقلت قللي يمنعني ان انا ادي لهم سؤال هاو ميني ويعودوا يعدوا لي في الاشكال كأنها لعبة صدقوا صح؟ ازاي يا مستمر عملتها؟ انا معلماهم برضو ادي هاو ميني كامل عدد كلام ده بيجي بالتدرج بيكوني مثلا ايلال وادوات الاستفام زي ما قلنا هاو ميني ايه يا مستمر هاو ميني ستارز كام عدد النجوم؟ ار زير الموجودة بخلي يقرأ لوحده ويترجم معايا اسعده في الترجمة الاولى قوله هاو ميني يعني ايه؟ يلي حبيب اسمها كام عدد وار يعني تكون وزير دي توجد حتى قاعدة زير اقدر ادهاله او طبعا قاعدة زير تقدر ادهاله لانها سهلة معايا جدا ويحتاجها وكلمة زير دي روعة في انه هو يقول بيوجد وفاردة ايه؟ عشان تعرفوا ان كل صغيرة وفتبيرة بحطها لكم ايه شرحين زير از وزير ار وزير از انت وزير ار انت في النف ليه في كتب كليزي انجليش برضو تناسب لو انت عايزها كل افكار تأسيسة تخالية محطوطة في الكتاب او بنختف زير خطفنا الزير يا تيتشر هو اصلا من تلقاء نفسه لانه برضو عرف طرق حل الاسئلة اللي بيفهم احسن من اللي بيحفظ مليون مرة قالك اونا لقيت قرف النصي بقى برضو هاختف الكلمة الاخيرة اللي هي زير معناها يوجد تقدرش تنزل من غير الفعل بتاعها او روح يديلي كده الاسطارز اللي موجودة اقول لك وان تو سري ممكن يقول لك اسطارز بس قول له استن روح فين على ادوات الاستفام شوف اداة الاستفام بتقول لحضرتك ايه بتقول لك ها وميني كامل عدد كامل عدد تمام فانت بدل ما تقول او 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 صح انا ايسر ده انا كنت اقول زير ار اسطارز يوجد نجوم لا الكلام ده لو كان بيقول لك هنا what ما هؤلاء السور what are these لكن هنا بيقول لك ها وميني كامل عدد يبقى بسأل عن العدد او يا مامي استنى يبقى زير ار وان تو سري ادي سري ها سطارز يعني نجوم زي ما انتو شايفين كده سري سطارز يبقى هنا تلات نجوم ناخد واحد كمان how many كامل عدد مثلا circles الدوائر شوفت انا استغلت الكلمات ازاي باسئلة كتير صعبة انا صعبة محدش عافية قلتني circles كامل عدد الدوائر are zero الموجود هنشرب اكتب لكم الاسئلة تاني ايه are zero عشان تستخدمه زي اياها هيقول لك ايه بقى طبعا ر هنا هتلاقيه خلاص من تركاء نفسه عارف في السيستم يبقى هبدأ بكلمة زير وهنا الفعل بتاع ما تقدرش تنزل من غيره are تمام وهنا بيقول لك ايه هتلاقيه راح اه اروح بص على ايه بص على ايه بص على ايه لو مش نسيت على السؤال how many كامل عدد لازم يجري بص يحدد نوع سؤال عاوز منه ايه انا لقيت circle واحدة يا مستمر يبقى one circles الله هنا بقى بعد ما تسبيه حل الغلط كده ايه ده وفيه غلط هنا اه طبعا فيه غلط بعد ما يحل الفتي نظر اقول انت مش ياخد بالك من اي حاجة غلط ازاي ده اللي الطالب بقى اللي دارس المفرد والجامع اللي برضو موجود في كتب التأسيس هيعرف انا بتكلم يا طليل يقولي اه استنى استنى يا مستمر ده رقم واحد ازاي رقم واحد تقولي عليه R وازاي تخطي S الجامع لكلمته ايه وكده يبقى ازا تكتب ايجابتك زي ما انت ماشى عادي بس لو لقيت حاجة واحدة يعني دايرة واحدة يتحول ال R انت لوحدك ل is طب ابني يعرف ازاي وإيه لي يعرف ازاي هيلاقي رسمة واحدة وده فايدة دراسة قواعد الجامع تمام يبقى zero is one وينفع اقول circles لا دا اولاد عندي بديلهم في سؤال اسمه دو اشو ان انتو ايه ما بتحطوش circles اس كده يبقى تقولوا ايه zero is one circle ايه واحدة تحطها جامع طالما قلت ايه one اللي اجابة خلصت احط فولستوب يبقى شفت الروعة شفت الروعة في استغلال المنهج لو انا همشي على المنهج هو يدوبك مدلهم اسامي الاشكال الهندسية واسامي المنازل اللي اجزاء الشقة معذرة وخلاص بيحفظها بقى ومرة يوصلها ومرة يحطها سؤال سبلاي ومرة يكملها اسئلة صعبة بصراحة بالنسبة لي ما تطلع ليش طفل متأسس لكن ازاي تستغل المنهج في التأسيس وهي دي العبقرية اللي بتقدمها قناة crazy english وقرصتنا ال online وقام شيء تتابعونا على صفحة الفيس بوك تأسيس من تحت الصفل مع teacher summer عملت سؤال بوط للسؤال عن الشيء وعملت سؤال بوير للسؤال عن المكان استغلت اجزاء الشقة قلت اما ايه اما ازود كمان طالما اخدتنا اشكال نقدر نعدها اما راجع معا سؤالها وميني ويتدرب عليه كاسئلة طب يا miss summer عندك ايه تاني طبعا طبعا انواع الاسئلة المختلفة زي ما انتم شايفين تديله الاسئلة على الشكل ده هتقلقوش انقربتها خلاص خلاص فاديلي واحدة وعدتوك ان انا هحل اسئلة بس طول شهر اتناشر ايه بصينا واعتله زي بازيس اس ايه تعال اما حلها كده انت تكتب الاسئلة دي يلا ويقضي حلها بيده هو اللي يقرأ هو اللي يحل وكمان مش بس كده ده كمان لما يحلها يترجم يترجم this is a triangle دقرة وكتب يكون مسلس what is this this is a circle this is a circle وكذلك استغلت الاماكن ومنوع بقى في الدمائر she is in the bedroom نوعي له كده where are you i am where are you i am in زي ما انتو شايفين ايه اسئلة 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 i am in i am in the kitchen بيعد يقرب ويحل ويحلها كذا مرة زي ما انتو شايفين اهي كمانة الاسئلة انا ما شوالله يعني هاو لازم ادلهم الكمية دي شايفين العدد او يعني 31 سؤال وغيره طبعا لا استطيع ان اعيش بدون ترجمة بتديره ترجمة يعني هو مثلا خدمة هزا الشيء بتكتب قاله بالعرب هو يشتغل ترجمة اين يكتب where يكون is هو هي اين يعني where هم زي ويمسك كلمة كلمة بعد ما يحفظ الكلمات هو يكون في غرفة النوم هو هي يكون is يعني اين غرفة النوم هي تكون في المطبخ هي شي تكون is in the kitchen بصوا منظر كمية عدد الترجمة ماما تطبخ في المطبخ ماما كوكس انزا كيتشن تم مدائم السمر مش موجود في الوحدة دي انا بنوع ولازم طول ما انا بنعلمهم الترجمة قدي قديم على جديد قديم على جديد لحد ما يشربوا الكلمات والجمل جوا الاسئلة شايفين الكمية حتى الاسئلة بتعمليها له مش انا علمت ورا سؤالها كامل عدد كاما عدد المستطيلات rectangles are zero الموجودة كاما عدد المربعات الموجودة how many squares are zero how many triangles are zero متخلين ان انا استخدمت متخلين انا استخدمت كل الكلمات اللي موجودة في الوحدة في كمية اسئلة قدي ايه اهو ده زي تست وبنكتب طبعا برا جراف ودخله على الفيديوهات اللي باشرح بها كتابة برا جرافة انا طبعا برشح عليكم الاسئلة اهو نكتب ايه ده اول ابتداي اه طبعا بكتبهم برا جرافات ايه دول مثلا اربع مواضيع مختارينهم مع بعض الشعاردة تقدر تعملوه معي ونخلو نشوفه طريقة كتابة البرا جرافة مايهوم كل ده مش في المنهج انا مايجدعب المنهج انا بيعلمكم ازاي تأسسه وتدو كورصات مع المنهج يعني المنهج مش بسيبه ماي فريندس نتكلم على صحابنا ماي ففريت فود ماي سكول دي حاجات تقدروا تفيدوا وتتسفدوا بيها وتدوها للاولاد تمام ده غير سؤال دوء الشوء اللي بتعلموه الاولاد لا طبعا نتعلموه من دلوقتي النيجاتف والكلام ده معقولة والله الاولى ابتدائي انا مش عايز اتغطي عليكم دلوقتي عايز اكم تركزه كمان هاجل لان انا انتو طالبين مني اسئلة complete اسئلة choose تقدر يتدربي عليها وورق ده كله بنزل لكم منه الشغلة على قناة crazy english ومش بس كده انا هصور منه شغلة كتير في شعر 12 ونقاط بقى نحل ونتدرب اولاد مذكرين اسئلة من السامر ادي سؤال سابلوي ادي سئلا من الانواع الاسئلة مبكتبوش ادي القطع ادي نظامها ايه انتو بيقول لي look انظر this is my home ده انتي بتستغلي كمان كلمات الوحده وتضربها للكطع بيقره وابقى اضربتوه على قطع الباسج التي ياخدوه من اول ربعة او تلتة دلوقتي بطلبها من اول ربعة او تلتة دلوقتي تمام بتبقى صعب عليهم هذا يكون منزلي هو يكون كبير يوجد خمس غرفات خمس غرفات يكون أدوات الاستفام يقوم بأسئلة على القطعة يقوم بأسئلة على القطعة يقوم بأسئلة على المنزل يقوم بأسئلة على مرّة يقوم بأسئلة منزلي يقوم بأسئلة على الجرس من زناي النهر النيل انكايرو في القاهرة عرفتوا بقى اللي بيشغل دماغ الطفل ويبتدي ينميها وياخد الإجابة من هنا دي كلها ويكتبها تحت ها وميني رومز كام عدد الغرف ار زير الموجودة تمام وتمعا دا لسه متضرب عليه وراء فهتلاقيه حلولك بسهولة انا تعملت انها ده حطه في القطعة هيقول لي زير يخطفها واخد بعدها الفعل بتاعها ار كام عدد الغرف استنى انا هطلع فوقها مستمع اللي اتالك زير آر هو اللي اجابة يعنيه يوجب 5 رومز خمس غرف ويقوم كاتب الاجابة دي تحت زير آر 5 رومز اه زا هوم المنزل اس ان موجود في كايرو ولا اجزة هو اللي ارى اقول له ما عرفش برده اتلع شا اقول لك انا لقيتها ايه الايجابة اقول له امشي اقول له مش عارف هات من اول السطر اتاني لحد ما تلاقي اجابة اللي انت عاوز ايه لقيتها كايرو يبقى نختار كايرو ات اس بيج ولا سمول هوم يطرى بيج كبير ولا سمول صغير يبقى نختار كلمة بيج يعني كبير زير آر يوجد 6 ولا 5 رومز ست ولا خمس حجرات نطلع نبص فوق ايه انا لقيت 5 ايه امامي لقيتها بسيبه ايه اللي جيب الاجابة تبقى صعبة في الاول هياخد وقت في الاول لكن انت متتصرفيش خالص وبعد كده دي قطع تانية بتخليه تكتبينه سور زي كده عن طريق الفلاش كارد اللي انا بعرضها لكم في اخر المحاضرة ويقول له انا نكتب جملة على كل صورة مش كلمة ده بقى بتضربين بدل ما نقود نستكشف الاسئلة دي في 3 و 4 نعرفها من دلوقتي هنا مثلا شيء ممكن اقول يشد عليه مكتب جملة هنا גرفة vide انا تعلمت ان انا هو يكون ايه 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 تكون this is a triangle قال له ألفها قال له أنت حتى بالعربي ده في حد قال لي I see أنا أرى a triangle الله الله أنا أعشق الجملة حتى لو صغيرة قال له ألف أنت I have قال لي واحد قال لي I have أنا معايا triangle شفت طريقة حل السؤال بتاع تكوين الجملة cb قال لي في جملة بالعربي إلي إلي خليك إنت تتكلمي أو ذات للبعيد لأن إنت لو تكلمتي is a triangle لأن إنت لو تكلمتي حولت سؤال الإبداع وأنه يكون جملة ويشتغل ويحسن في الترجمة وتأليف الجمل حولت الترجمة أنت اللي بتقول له بالعربي هو بيكتب بس على طول وزي ما قلنا هنا ممكن this is هنا صورة غرفة نوم ممكن نكتب ممكن this is apodrome قل له هيا العابي معايا كده وممكن تقول إيه تاني ممكن تقول I have أنا عندي apodrome غرفة نوم الله جميلة ممكن نحاولها الانجلش هو اللي يقلفها مش انتي زي ما بشرح في سؤال الparagraph مثلا يا ماما ممكن نقول he is هو يقول in the bedroom الله على الإبداع ممكن يعملك 10 جمل والله لو ساعدت دماغه نهي تألف ويبقى بقري كده في اللغة والفيديو لو عجبك و الوحدة طريقة الشرح بتاعتنا والله لا غنى عن كتب crazy english لأن الطفل لازم يتأسس وانا وردتكم كمية الشغل اللي موجود فيها من grammar واسئلة وتدريبات وكل حاجة اصر عملت قابلكم في المنهج بتلها لكم لان انا استكشفت ده من شغل المناهج ان هي ما تكفيش تأسيس طالب فلازم ده فاسب لكم الواتساب الخاصة بالحجز في اول تعليق سانكي سواتش good bye